موسيقى 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 حينما عرضت قناة الجديد التحقيق اتصالات ليكس كاشفة عن فساد التلزيمات في شركة تاتش سألنا معاليه في مقابلة لاحقة عن نيته متابعة ملف كهذا فكان الجواب إذا دققنا شوية أكتر بالتسريبات الصوتية لا تؤشر إلى ما يريد البعض أن يتهم شركة تاتش فيه أخبرك أنه الموضوع السياسي أكتر منه واقعي في قراره تلزيم شركة جدي أس يتحصن الجراح بذريعة الأغراض السياسية المشتبه فيها أيضا وراء التشكيك في قانونية قراره ليس صارت هذه الحملة بالأعلام لأنه في شبكة الفايبر أوبتيكس اللي تمددت من ثلاث سنين ونص كانت معطلة ما بدون يشغلوها هو الأعلام إذن الذي يحاول وعرقلة عمل الوزارة فكل من شكك في قانونية قراره هو إعلام مشتبه فيه لكن من هو الإعلام النزيه في نظر معاليه في تأرير بيأجروا بيقول أنه أحد هاي الخطوط صارف بمليار وستمائة وثمانين مليون يعني مليون دولار إن شاء الدعوة على بستوديو فيجين بستين مليون دولار ليه؟ أحب الجراح وفي معرض دفاعه عن قراره تلزيم شركة جي دي أس الدفاع عن شركة ستوديو فيجين التي تحاكم أمام القضاء بتهمة التخابر الدولي غير الشرعي تنكبر المصيبة تنلتهي عن الإنترنت غير الشرعي يعني خلقنا مشكل مش موجود لحتى نغطيش مشكل الموجود بالنسبة إلى معاليه جريمة التخابر الدولي غير الشرعي ليست بمشكلة وكان لابد من تدخل لرئيس لجنة الإعلام والاتصالات النائب حسن فضل الله إشكالية المليار وستمية تعول التخابر الدولي غير الشرعي والستين مليون دولار مفترض كمان القضاء يبت فيون لأنه هاو عامين التباس أنه كيف دخلت هاي الوثيقة وكيف طلع الرقم لأنه نحنا كنا نسمع باللجنة كلام رسمي كانت تقدم لنا معطيات رسمية طبعا نحنا مش معنيين بالأرقام ما هو التقرير الذي ظهر فجأة في الخامس من أيار عام 2016 يرسل رئيس قطاع الفواتير محمد ربيح حوري تقريرا مفصلا إلى المدير العام لهيئة أوجيرو عبد المنعم يوسف عن وجود عمليات قرصنة من الرقم الذي تملكه شركة ستوديو فيجين لشبكة التخابر الدولي إلى حد الاستحواذ على 50% من أصل عدد جميع المشتركين في الشبكة الثابتة واستندت الوزارة على هذا التقرير للإدعاء على رئيس مجلس إدارة الشركة ميشيل المور بتهمة اختلاس أموال عامة بقيمة 60 مليون دولار وللمصادفة وفي أثناء محاكمة المور يظهر فجأة مستند آخر لرئيس هيئة الفواتير نفسه محمد ربيح حوري المقرب إلى تيار المستقبل وبعد سبعة أيام فقط من تقريره الأول يقدر حجم الخسارة المالية للوزارة نتيجة القرصنة بمليون ومئتي ألف دولار فقط فهل تسقط هذه الأقنعة لنشهد انطلاق قوية للقطاع حرم منها اللبنانيون لسنوات يا لهذه المصادفة المحطة التي دافعت عن قرار الجراح يعملها الجراح بالمثل ويبرئها متخذا صفة القضاء والشبهة تحم فقط حول منتقدها أدم شمس الدين قناة الجديد